يتصافح الرجلان تترابط المصالح وتتعدد الأهداف بين بلديهما ففي منطق العلاقات مصالح الدول تعلو ولا يعل عليها ذا كما يؤكده وزير الخارجية الصيني خلال استقباله السفير الروسي الجديد لدى بكين حينما قال إن بلديهما يدعمان وبإصرار نظاما عالميا متعدد الأقطاب بعيدا عن سياسة القوة الغاشمة تصريحات تعقب قمة مطولة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني تشي جينج بينج حاولت الولايات المتحدة خلالها فك ارتباط الصين مع روسيا أو على الأقل استمالتها لكن الترابط القائم بينهما بات يؤشر على بروز حلف استراتيجيا يهدد نظام القطب الواحد وخلفه الانفراد الغربي في العالم يقول مراقبون ولعل عدم فعالية محاولات الولايات المتحدة احتواء الصين بعد تأكيد الحالفين بوتين وشي على أن التعاون بينهما استراتيجي جعل واشنطن تتخلى عن أولوياتها الجيوستراتيجية التقليدية وتوجه بوصلتها إلى دول أخرى في آسيا مع توجه متجدد نحو أوروبا ولئن بدى الحكم على نجاح دخول العالم مرحلة جديدة عنوانها تعددية القطبية سابق لأوانه إلا أن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية والأمنية المعقدة على أوروبا والعالم أكدت عيشه مخاضا عسيرا وتقلصات تنبئ بأن النظام الدولي على أبواب مرحلة جديدة ففي غضون أشهر قليلة ارتفعت أسهم منظمة بريكس المساهمة في ربع الناتج المحلي العالمي بعد تطلع 12 دولة على الأقل إلى الانضمام أبرزها الجزائر وحتى آسيا التي تسعى الإدارة الأمريكية لإدخالها تحت جناحها وفق مراقبين أبدت دول قوية فيها تحمسها لتقوية زكتل آخر يزعج واشنطن بالانضمام إلى منظمة التعاون شنكهاي التي تستقبل طهران كوافد جديدة منظمة تحمل لواء عالم متعدد يقطع الطريق أمام نظام غربي يشهر سيف العقوبات كلما هبت ريح التغيير والتقدم سؤالي في الوطن؟ شكرا